يعني طبعا سألته عن صلاح ورأيه في موقف تجديد عقده مع ليفر بول وهل يبقى أم يرحل ويبحث عن تجربة جديدة فقال انه شايف انه هو السنة دي لازم يبقى في ليفر بول لان ليفر بول فريق هجومي وصلاح لعيب هجومي وطريقة لعب صلاح وطريقة لعب ليفر بول بتناسب صلاح بشكل كبير هو عارف انه في وقت انه اللاعيبة بتبقى بتبحث عن فرصة جديدة وتجربة جديدة ولكن في الوقت الحالي هو يتمنى ان صلاح وبينصحه انه هو يبقى في ليفر بول كوش في الوصول سأسألتك عن رونالد كومن هل تعتقد أنه لمحاولاً من العمل بارسلوني هل تعتقد أنه يجب أن يجب أن يكون لديه أكثر وقت ممكن أن يشعر مع مملكة كومن مع المحاول إلى الجميع تعتقد أنه سيد بجائع به علاق لديه أجمل في المساعدات ولكن مع السبع يقدم ذلك والسابع الذي بمساعده ونعلم كلبنا المرتبون عندما يتحدث partners ل Elf سنر بمضاء عددهم اغلبهم تحديده أغلبهم 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 و هذا يحدث به وأطبقى وكيف يمكنك من التسكس ماهو عمله ولكنك هو المعالي وكيف هو أغلبهم على طاقتك باستخدامه مع العمل ويجب أنه ليس بسهوله ويجب أنه ليس بسهوله لأنه لديه أيضاً للمساعدة جيدة ويجب أن أعتقد أن بارسلونا لديه للمساعدة جيدة جيدة ويجب أن هذا مهم جدًا للمساعدة اليوم طبعاً أنا سألته عن زميله وصديقه رونالد كومان ورأيه أنه هو ظلم في بارسلونا فقال لي أنا في رأيه أنه هو اختارت توقيت الخطأ في الذهاب إلى بارسلونا وترك المنتخب الهولندي وقال أنه هو متفاهم أن رئيس جديد دايماً لما رئيس جديد بيجي بيعايز يجيب المدرب بتاعه اللي هو يختاره وقال أن كومان عمل بعض الأخطاء التكتيكية في إدارته لبعض المباريات ولكنه كان غير محظوظ للمستخبط المساعدة يعني الإمكانيات التي لا تناسب بارسلونا خاصة على مستوى المدفعين كواتش شكراً لك شكراً لك في نتعلمنا وكان رائعاً وكان رائعاً بيجيب أن يكون في نتوقفك وكان رائعاً بيجيب أن يتحدث مع الناس إجيبسيين لأنهم الآن بيجيب في حيث أكبر كوتش كيسيس تو دفمالي انستاي هلفي انوال تانكي في ريماس بيدا كلام كرول وكلام كل الخبراء العالميين اللي هتلاقيهم بيتابعوا الكرة المصرية لان دول لازم الناس نسمع كلامهم كويس لازم نسمع كلامهم كويس كلهم هتلاقيهم بيتكلموا في نفس الديريكشن ونفس الاتجاه التطوير والاهتمام بالسكاوتنج والاهتمام بالشباب الصغيرة وان ان انت تدي فرصة للشباب الصغيرة نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ونفس الكلام اللي كل الناس اللي عايزين مصلحة الكرة بيتكلموا فيه ومصلحة الكرة المصرية بيتكلموا فيه روت كرول واحد من أعظم الشخصيات اللي قابلتها وبتشرف دايما إن هو كان مدربي في سنوات بعتز بيها بشكل كبير جدا وفرحنا مع بعض خدنا الدوري سنتين ورى بعض وخدنا الكاس وخدنا السوبر وكان يعني رغم اختلافي مع الجهاز في أوقات كتيرة وأنا ما كنتش لعيب سهل زي ما أنتوا كنت عارفين دايما كنت بسبب مصاعب لأي مدرب بيشتغل معايا لكن بكل صراحة رغم مشاكل الكبيرة مع كومان إن روت كرول كان دايما بيحاول إن هو يلم المشاكل بتاعتي كان دايما بيحاول يفهم كومان إن ميده ما يقصدش إن ميده دي طبيعة شخصيته ميده نجم في بلده لازم تتعامله بأسلوب مختلف كان دايما بيكون هو الفلتر اللي بيفلتر المشاكل اللي ما بيني وما بين كومان وأنا بقول إن لو لا وجود روت كرول في جهاز الفني اللي آيكس أمس دام كان ممكن مشاكل ما بيني وما بين كومان تبقى أكتر بكتير بحيي وسعيد جدا إن هو كان موجود كضيفي في المنتدى وأكيد كلكم سعداء لكل الناس طبعاً اللي في سني والأكبر سناً ممكن والأصغر شوية العصر وروت كرول وعلى فكرة روت كرول واحد من المدربين صاحب بصمة كبيرة جداً في الكرة المصرية لأن المدرب مش فوز ببطولة بس مش فوز ببطولة بس المدرب الكبير اللي بيصنع العيبة بيتور العيبة عنده الجرأة إن هو يدي فرصة للعيبة صغيرة بيعمل لهم تحول من إنهم العيبة شباب إنهم العيبة درجة أولى ويعمل على نطجهم وتطورهم جوه الملعب وبرهم الملعب وعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الإنساني كرول بنى جيل لمصر عشان كده أنا بقول إن هو واحد من أعظم المدربين الأجانب اللي جون في تاريخ مصر فيه ناس دايماً بتتلغبط وناس بتفتكر إن الكرة بطولات بس البطولات مهمة وصاحب البطولات دايماً بيعتز بيها وبيفضل يفخر بيها وده حقه لكن في بعض الأوقات فيه حاجات في قرة القدم أهم بكتير من الفوز بالبطولات ترجمة نانسي قنقر